رياض ومدارس الوطن العربي قسم الصف الثالث اليوم درسنا في مادة العلوم عن الأسماك وكما تعلمنا سابقاً أن العلماء قسموا الحيوانات إلى خمسة مجموعات وهي الثديات والزواحف الطيور البرمائيات الأسماك وسنرى الآن فيديو عن الأسماك لنتعلم خصائصها وكما رأينا في الفيديو عزيز الطالب أن الأسماك تتكون من أشكال وأحجام وألوان مختلفة وهي أيضاً لا تعيش إلا في الماء وكما قلنا أن هذه هي الخاصية المميزة للأسماك وهذه الأسماك تتكاثر بالبيض كباقي الحيوانات إلا الثديات إذن الأسماك تتكاثر بالبيض الآن سنتعلم أجزاء السمكة لها زعانف لتساعدها على السباحة ولها خياشيم لتساعدها على التنفس تحت الماء ويغطي جسمها القشور ولها زيل أيضاً ليساعدها على السباحة بسهولة تحت الماء الآن عزيز الطالب انظر إلى صورة السمكة وحدد أجزائها هنا عزيز الطالب حدد أجزاء السمكة كما رأيتها في الصورة السابقة ترجمة نانسي قنقر